بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله وأهلا وسهلا بكم إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات في التعليم المستمر للصف الثالث الابتدائي لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى في تلاوة وحفظ صورة الإنفطار واليوم بإذن الله تعالى سنشرع في تلاوة هذه الصورة من الآية الأولى وحتى الآية الخامسة سنقرأ سويا هذه الآيات ونكررها ونرددها حتى نحفظها سويا بحول الله تعالى ولكن إخواني وأخواتي قبل الشروع في تلاوة هذه الصورة دعونا نتذكر أو نذكر وإياكم بعضا من آداب تلاوة القرآن الكريم فمن آداب تلاوة القرآن الكريم أن يكون الإنسان على طهارة وعلى وضوء عند مسه للمصحف كذلك من الآداب الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم عند بدء القراءة وكذلك بالبسملة عند بدء الصورة كذلك من الآداب الترتيل وحسن القراءة كذلك من الآداب التدبر وفهم الآيات وهذه الآداب من الهدي النبوي الذي كان عليه رسولنا عليه الصلاة والسلام عند تلاوته للقرآن الآن إخواني وأخواتي سنشرع في درسنا الجديد وكما قلنا سيكون من الآية الأولى بإذن الله إلى الآية الخامسة سأقرأ أنا هذه الآيات وأنتم كرروا ورددوا معي ثم بعد ذلك سنستمع إلى القارئ بحول الله تعالى إذن دعونا نبدأ مستعينين بالله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت إذا السماء فطرت إذا السماء فطرت إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت أعلمت نفس ما قدمت وإذا قدمت وأخرت أعلمت نفس ما قدمت وإذا قدمت وأخرت أعلمت نفس ما قدمت وإذا قدمت بحراء فجرت وبعد أن تلونا سويا وكررنا هذه الآيات المباركات دعونا الآن نستمع إلى القارئ وهو يتلو هذه الآيات وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا السماء فطرت إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت وإذا السماء فطرت وإذا السماء فطرت وإذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و أخرت بارك الله فيكم إخواني و أخواتي و بعد أن استمعنا و إياكم إلى القارئ يقول سبحانه و تعالى إذا السماء فطرت كلمة السماء نلاحظ أن حرف المد وهو الألف عليه علامة المد لماذا حصل هذا المد في حرف المد لوجود أحسنتم لوجود الهمز لأنه جاءت الهمزة بعد حرف المد فهنا حصل هذا المد و هذا المد نسميه ماذا إخواني و أخواتي نسميه أحسنتم نعم نسميه المد المتصل نسميه المد المتصل لماذا هو متصل أحسنتم لاتصال حرف المد بالهمز في كلمة واحدة فلما جاء حرف المد و الهمز في كلمة واحدة فإن هذا نسميه مدًا متصلة ما هو مقدار هذا المد؟ مقدار هذا المد أحسنتم أربع حركات مقدار هذا المد أربع حركات السماء إذن هكذا يكون المد المتصل و حكمه الوجوب وجوب المد أيضًا من الأحكام في قوله إن فطرت هنا نون ساكنة أتى بعدها حرف الفا ما هو الحكم هنا؟ أحسنتم الحكم هنا الإخفاء الحكم هنا الإخفاء لأن الفا من حروف الإخفاء فالنون الساكنة حكمها هنا الإخفاء مع الغنة إن فطرت إن فطرت كذلك في قوله عز وجل إن تثرت كذلك نون ساكنة أتى بعدها حرف التا والتا من حروف الإخفاء أحسنتم نعم من حروف الإخفاء لذلك هنا نخفي النون مع الغنة فنقول إن تثرت إن تثرت أيضا من الأحكام إخواني وأخواتي في قوله عز وجل نفس ما قدمت هنا تنوين أتى بعده حرف الميم فما نسمي هذا الحكم؟ نعم أحسنتم وبارك الله فيكم يسمى الإدغام بغنة لأن الإدغام نوعان أحسنتم إدغام بغنة وبغير غنة هذا إدغام بغنة لأن الميم من حروف الإدغام بغنة فكيف تقرأ؟ نقول نفس ما قدمت علمت نفس ما قدمت إذن هنا إدغام بغنة ويجب أن نعرف أن التنوين والنون الساكنة حكمهما واحد لأن التنوين أصله نون ساكنة هذه إخواني وأخواتي أبرز الأحكام التجويدية المتعلقة بالآيات الآن دعونا ننتقل إلى معاني الكلمات قبل ختام درسنا في قوله عز وجل إذا السماء فطرت أي إذا السماء شقت واختل نظامها وإذا الكواكب انتثرت أي تساقطت هذه الكواكب التي نراها في السماء وإذا البحار فجرت أي فجر الله سبحانه وتعالى هذه البحار العظيمة بعضها في بعض فذهب ماءها وإذا القبور بعثرت أي إذا القبور قلبت ببعث من كان فيها وهذه الأحداث العظيمة من انشقاق السماء وتساقط الكواكب وانفجار البحار وبعث من في القبور هذه لن تحصل إلا أحسنتم إلا يوم القيامة في ذلك اليوم العظيم الذي يحصل فيه مثل هذه الأحداث وهذه الأهوال هناك في هذا اليوم يقول الله سبحانه وتعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت أي حينئذ في ذلك اليوم تعلم كل نفس جميع أعمالها ما تقدم منها وما تأخر ثم تجازى بهذه الأعمال إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر لذلك ينبغي على الإنسان أن يستعد لذلك اليوم العظيم يوم الجزاء ويوم الحساب ويحسن الإنسان عمله قبل أن يأتيه ذلك اليوم إذن إخواني وأخواتي هذا ما لدينا في هذا الدرس وأتمنى منكم بارك الله فيكم أن تحفظوا هذه الآيات حفظا متقنا وجيدا وبإذن الله تعالى ألتقيكم في الدرس القادم وقد حفظتم هذه الآيات بحول الله عز وجل نلقاكم على خير وأنتم في أتم صحة وعافية نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر